الله هو النور نور لا تدركه الأبصر نور لا يقدر أحد أن يراه هذا النور له شعاع يعلنه لا أستطيع أن أرى النور إلا من خلال الشعاع ولا أستطيع أن أصل إلى مصدر النور إلا بواسطة شعاع النور شعاع النور هو الإبن فالآن لما يقول الله ظهر في الجسد النور الأزلي ظهر في الجسد كيف بابنه بشعاع النور فالله ظهر في الجسد بشعاع نوره أي بابنه ده نمرت واحد نمرت اثنين لماذا اختار الله أن يظهر في الجسد الإجابة موجودة في إنجلي وحنى صح واحد لكن أكثر الناس يقرؤون بالخلفية اللي في أزانهم وليس يقرؤون ليفهموا النص ويعوا ما يقول النص بيقول إيه كان النور الحقيقي آتيا إلى العالم والنص بيقول إيه أن الكلمة صار جسدا اتجسد والنص بيقول إيه بيجاوب على السؤال بقى ليه ليه الكلمة صار جسدا ليه النور الحقيقي ظهر في الجسد بيقول إيه بقى لكي ينير كل إنسان يبقى لكي ينير كل إنسان كان النور آتيا وظاهرا في الجسد الخناءة والحوارات الفكرية بتتصارع على هل كان نور الآب أي ابنه حل فيه إنسانية المسيح أم لا طبعا الموروس الإسلامي بيقول إن عيسى لم يحل فيه النور الحقيقي هذا صحيح لكن الموروس المسيحي بيقول أن يسوع المسيح حل فيه النور الحقيقي مش ده سؤالك سؤالك لماذا لكي ينقل هذا النور للإنسان لي أنا وللتاني وللتالت ولهذا جعلنا أبناء لله يبقى هو بقى الإبن البكر وإحنا صرنا أبناء بالتبني إيه اللي خلاه هو ابن الله من أساسه إن ابن الله حل كل ملء اللي أقود فيه هذا الجسد وإيه اللي خلاني أنا ابن الله إن هذا النور بنفسه شعع فيه وهي دي الإجابة لماذا لكي ينير كل إنسان يبقى هدف إن النور ظهر في الجسد هو أن يشعع بهذا النور في كل إنسان يقبل هذا النور هي مش عافية بقى لا الله يحترم حرية رد الإنسان اللي عايز يقبل النور يشعع فيه هيدخله النور اللي رافض إن النور يشعع فيه هيدخله إزاي؟ لماذا لم يظهر في هيئاته الأصلية؟ فلو ظهر هيئاته الأصلية هيبقى نور لا تدركه الأبصار لأنت تقدر تشوفه ولا غيرك يقدر يشوفه ولا يقدر يتعامل معاه موسى النبي لما قال له أنا عايز أشوفك قال له لا يراني الإنسان ويعيش وهو نور لا تدركه الأبصار ومن ثم لن تستطيع بالبصر أن تدركه ومن هنا فإنه لما ظهر في الجسد الناس قدرت تتعامل معاه وبالتالي فكرة أنه يظهر في هيئاته الأصلية هي المستحيل بعينه لأنه هو لا يرى أي لا تدركه الأبصار لماذا عندما أخذ جسد يقبل بكل هذه الأهانات والآلام فلا يمكن للعقل البشري أن يصدق أن يكون إله بهذا الضعف أنا لسه آيل هو الطرق لما بنطرق الحديد المحمى بالنار الطرق بيقع على الحديد ولا على النار على الحديد ولا يقع على النار فالآلام وقعت على الإنسان على الجسد ولم تقع على الله الله لا يستطيع أحد أن يهينه ولا يؤلمه ولا أي حاجة من أي نوع ولا يموت طبعا اللابس بقى هنا أنك تربط هذا اللي هو الآلام بالله لا الآلام وقعت على الجسد دون أن تقع على الله تقول لي طبعا حتى الجسد ليه يتقلم بهذا الشكل حتى يغلب به النور الإلهي بقى يدينه الغالبة على الشر وعلى الشرير وعلى الموت اللي الغالبة دي نقلت للإنسان فصار الشهداء ينتصرون على الألم وعلى الموت وعلى الآلام اللي هي كانت قبل ذلك رعبا للإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة